قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبدي ان مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق حقق نجاحا باهرا وان حكومته لم تكن تتوقع ان تحصل على هذا الحجم من الدعم المالي متعهدا باتخاذ اجراءة فوق العادة لضمان وصول الاموال الى هدفها واضف العبدي ان عدد الحضور في المؤتمر فقال متوقع بكثير وان عدد المستثمرين كان اكثر بثلاثة اضعاف من العدد المقرر كاشفان عن ان حكومته ستتابع شهر المقبل اجراءات التفاوض مع الشركات العالمية والوطنية لبدء التعاقد معها بخصوص الفرص الاستثمارية كما ستشرع بالتفاوض مع المؤسسات المالية لتقديم التسهيلات المالية وتقدم العبادي بالشكر لدولة الكويت لاستضافتها المؤتمر وللدول والمؤسسات التي شاركت ودعمت العراق وتعهدت بتقديم الاموال والاستثمار